موسيقى بسم الله يا ابو الابن والروح القدس الاله الواحد امين في سؤال جالنا حد بيسأل بيقول ان هو احيان كتير بيحس انه مش امين يعني من نحو نفسه من نحو اللي حواليه كده وبيقول اريدت عن حاجة الامين في القليل والامين في الكثير ايه هو القليل وايه هو الكثير بيقصد ايه السيد المسيح لما قال كده عايز اجاوب على هذا السؤال وانطبعا اشكر صاحب هذا السؤال لكن عايز اقول له ان الامانة هي ان الانسان يكون امين من نحو نفسه يعني هو امين من نحو الله من نحو الناس لكن اساسا يكون امين من نحو نفسه يعني امين من نحو نفسه يعني لازم يفكر في حياته الابدية يسأل نفسه هل هو الطريق اللي أنا ماشي فيه ده هيوصلني للحياة الأبدية ولا لأ يعني يهتم بنقوته الداخلية وحياة الروحية وبنموه الروحي مش إنه هو مثلا في الحياة الروحية يمشي خطوة واثنين وثلاثة وبعدين يرجع عشرة ويتكعبل لا يبقى حاسس إنه هو بينمو في حياته الروحية ويكون أمين أيضا في جهاده ضد الخطية يقول كده الرسول لم تقومه بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية يعني بيجاهد ضد الخطية ولو قد الأمر إن هو يسفك دمه يعني زي جندي أمين بيحارب في الحرب عايز يجاهد ويقف صامد لآخر طلقة يملكها ولو معاه جندي واحد هيدنه يحارب ويحارب لآخر راجل في الجيش بتاعه والأمانة أيضا تقتضي إن الإنسان ما يسيبش ثقوب في السفينة بتاعت حياته يعني ما يسيبش ممكن أي يجاهد وسفينة حياته تلتمها الأمواج من برة لكن ما يخليش الماء تخش الجوه حياته يعني ما يسمحش للسفينة يبقى فيها ثقوب منافذ الماء تخش منها تغرقه لكن يبقى صامد وراسخ وقوي ويعني ما يعودش بقى يعتذر يقول ده غصبا عني وطبعا الحاجات دي لا تعفي الإنسان من مسؤوليته كمان لازم الإنسان من أمانته يفكر في حياته الأبدية زي ما قلت وإحنا في الأبدية مش هناخد حسب وظيفتنا على الأرض أو مركزنا لكن هناخد حسب جهادنا وتعبنا الشهيد استفانوس مثلا كان راجل عظيم لازالت الكنيسة بتذكره في عداد قدسيها ورغم أنه كان شماس لكن كان راجل عظيم وشهد للمسيح شهادة قوية وكان بيقود الجموع في الإيمان وكان بيجادل الفلاسفة وما كانوش بيقدروا يقاوموا الروح اللي فيه أتاناسيوس في مجمع نيقيا كان شماس لكن هو وقف في المجمع يدافع ضد بدعة أريوس والمجمع كان فيه 318 من الأباء الأسقفة لكن أتاناسيوس كان شجاع وكان بيرد بحجة قوية على الضلال بتاع أريوس أم برويس ما كانش لكاهن ولا راهب ولا كانش حاجة خالص لكن كله شخصية قوية السيد المسيح للمجد قال كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير ادخل إلى فرح سيدك ايه هو بقى القليل وايه هو الكثير القليل اللي هو في حدود إمكانياتك الكثير بقى اللي ربنا هيدهولك ويقيمك عليه ويعطيك إمكانيات أكثر يعني كن أمينا في فضائل الجسد يعطيك الرب فضائل الروح حافظ على الصوب بص لا ربنا يديك حياة روحية قوية خليك دقيق في خضوع الجسد وفي خشوع يديك الرب نعمة في خشوع الروح وفي امتلاء الروح وفي تعزيات الروح لما تخش الكنيسة تسجد بالجسد قدام الهيكل فيعطيك الرب هيبة ومخافة وخشوع وتشعر بروحانية وانت واقف في الكنيسة هكذا مثلا القديس الأنبى برقاب أصف الفيون كان أمين في عمل الرحمة كان كل اللي عنده بيديه بيتطلعه يقدمه فربنا أقامه على فضاء الروحية كان يصنع معجزات وشفاء برضو اللص اليمين كان أمين في الخمس ساعات الأخرانيين وهو معلق على الصليب ربنا دخله الفردوس انت أيضا تكون أمين مثلا على العشور بتاعك تكون تتفحها باستمرار توسي تلاقي ربنا هي أنقلك إلى درجة أعلى ويعطيك عطايا كثيرة جدا أكثر ممن أنت قدمت وهكذا يعني درجة تقود إلى درجة كل ما تعطي كل ما ربنا يعطيك أكثر يعني لو كنت أمين في العطاء بتعطي العشور ربنا يقبل منك هذه العشور ويديك درجة أعلى أنك تعطي حتى من عوازك تعطي كل ما تملك تبقى أمين في أفكارك وانت واعي صحي يعني الله يقيمك على أفكارك حتى وانت في العقل الباطن يعني وانت في حال تسترخاء وأخذ بالك انت أمين في النهار على نقاوة فكرك وقلبك يعطيك الرب أحلام بالليل طاهرة ونقية يعني تبقى أمين في الفئديك ربنا يعطيك ما هو أكثر منه بكثير يوسف مثلا البار كان أمين في بيت فتفار ربنا أقامه على قصر فرعون بحاله على كل مصر واخدين بالكم درجة توصل لدرجة أمين في القليل ربنا يدي له ما هو أكثر من ذلك كنت أمين في العالم الحاضر اللي احنا فيه ربنا يقيمك في الحياة الأبدية في العالم الآتي كنت أمين على جسدك المادي الله يعطيك حياة رحانية في درجة كبيرة وعليا أمين في عشرتك مع الناس ربنا يقيمك على عشرة الملائكة والقدسين وهكذا درجة تقودك إلى درجة وعايز قبل ما أن تهم الإجابة على هذا السؤال أرجع تاني يعني احنا تكلمنا على الأمانة من نحو نفسك برضو أكلمك على الأمانة من نحو الله فلازم تكون أمين من نحو الله تحفظ وصاياها ولا تخونه ولا تكسر تعليمه ولا تتساهل في تنفيذ الوصايا ولا تهمل فيها الله يعطيك وصية تبقى أمين في تنفيذها في البكور في العشور في المزور في التعهدات اللي بتاخدها مع ربنا في أنك هتنفذها تحافظ على يوم الرب يوم الأحد هو يوم الرب تحافظ عليه تحافظ على وصايا ربنا وتعليمه بأمانة بدون أن تكسل فيها وتاخد تبريرات أيضا الأمانة من نحو الناس نحو اللي حواليك أمانة من نحو البيت نحو أسرتك وإنت مسؤول عن أسرتك عن علاقتهم بربنا عن أمانتهم عن حضورهم للكنيسة عن حفظهم للكتاب المقدس يعني بعض الناس بيحس أن مسؤوليته من نحو الأسرة أن يوفر لها وسائل الحياة المنديية لأكل والشرب واللبس ويشكروا ربنا بقى على كده لا لازم أمانتك أنك أنت يعني علاقتهم بربنا وتوصلهم للحياة الروحية وتوفر لهم حياة روحية أمينة في البيت وأيضا الأمانة في خدمة الآخرين أنك يكون خدمة تقدم خدمة للآخرين يعني الإنسان المؤمن مش كفاء أنه يبقى حياته الروحية قويسة ويبقى أمين عليها أو أمين على أسرته لكن أيضا لازم يعمل شيء من أجل الآخرين يعني يقدم خدمة للناس يخدموا مجرات الخدمة كتيرة في الكنيسة تعالها تلاقي اجتماعات الشباب مدارس الأحد أخوة الرب تلاقي الخدمات التعليمية والثقافية وخدمات الكمبيوتر وخدمات الوسائل الإضاحة ومجالات كثيرة جدا نقدر أن نحن نحب نقدم المحبة والخدمة بيها ومرة أخيرة أشكرك على هذا السؤال الجميل وأتمنى لك المجاح والتوفيق ونلتقي بكم في حلقة جديدة بمشيئة الله شكرا